موسيقى اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين ولا نلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي في الحلقة الماضية كنا قد بدأنا الحديث عن القصف الايراني لاربيل اصناع الصاروق قصفوا اربيل في الاسبوع الماضي تحدثنا بعض الشيء عن الموضوع ونكمل في هذه الحلقة الحديث عن هذا الموضوع لانه موضوع مهم ويكشف حجم الخراب والدمار وشكل الذين يحكمون العراق وشكل العلاقة بين ايران والعراق الحقيقة وكل افعالهم تكشف لكن ربما هذه بشكل مفضوح طبعا ايران وعلى لسان مسجدي اللي هو السفير الايراني في بغداد وعلى لسان وزارة الخارجية والحرس الثوري الايراني قالوا انه احنا قصفنا اربيل او قصفنا العراق بهذه 12 صاروخ احنا لم نقصف العراق قصفنا مقرات اسرائيلية في اربيل هذه ردا على قصف قيام اسرائيل بقصف مقرات او مقر تابع لحرس الثوري في سوريا اسرائيل اذا كما تقول ايران قصفت موقع ايراني في سوريا طيب ما علاقة العراق في الموضوع وما علاقة سوريا وما علاقة الدنيا كلها انتم تقولون ان اسرائيل هي التي قصفت اذا الخصوم بينكم وبين اسرائيل اذهبوا واقصفوا اسرائيل ايران صدعت رؤوس العالم منذ سنوات عديدة بقوتها التي لا تقهر بسلاح البحر وسلاح الجو وسلاح المدفعي وسلاح الصواريخ وسلاح المعرف منه وحرسها الثوري وقدرتها على قلب العالم كله طيب اذا انتم قادرين هي تشي ولديكم خصومة مع اسرائيل والنهار كله تهددون باسرائيل وتهددون باسرائيل منذ مئة سنة يعني منذ قيام الكيان الصيحوني لحد لانتم تهددون باسرائيل ولم نشهد لكم يعني فعلا واحدة صغيرة ضد اسرائيل هذه الكذبة الكبيرة ولم يحصل في كل تاريخ ان كانت هناك خصومة بين ايران وبين اليهود والصهاين ابدا هذه القضية كذبة كبيرة هناك فقاعة اعلامية هناك حرب اعلامية فقط وهذه لها مضرراتها ولها مسوغاتها ويحتاجونها لتسويق مشاريعهم فهذا واقع الحال فبالتالي انتم تدعون انه اسرائيل قصفت مقرات في سوريا ويقع لكم روحوا اذهبوا اقصفوا اسرائيل بعدكم صواريخ لقولوا انتوصلوا المعروف وين مئات الكيلومترات وعدنا غواصات وعدنا معرف منه ودباباته وقنابله وطيارات ما تنشافوا وصواريخ ما تنشافوا شوفوا العالم ما علاقة العراق لكن هذا يثبت لما لا يقبل الشك بالنتيجة الواضحة ان ايران لا تحترم العراق ولا تحترم اي حكومة في العراق ولا تحترم من يحكمون العراق حتى لا تحترم من هم اجراء لها هؤلاء الذين الميليشيات والذين يقاتلون باسمها وشارل الرايات ودافعون عنها ولا يقبلون الحديث عنها هؤلاء لا تحترمهم اساسا وهم من يبررون لها فهؤلاء اللجراء ايضا لا تحترمهم ولا تحترمي العراق ولا تحترم سيادته وتعرف ان الكل لا يمكن لا احد يحاسبها لانه بدليل ان امريكا وزارة الخارجية الامريكية اصدرت بيام باهة مع مضحك لا يساوي الحبر الذي كتب به تقول يعني على ايران ان تصرف بشكل عقلاني وما يصير هذا هذا الكلاب ما هذا الكلام ما هذه امريكا اللي جاية الجيوش وعبرة الاطلس وجدت للعراق وقالت سنزيل الدغتات وعدكم اسلحة دمار شامل وطلعت كذبة وعدكم ما اعرف منه وكذب وديمقراطية وكذب وبالتالي تصرف بهذا الشكل وسنبني نموذج جديدا هذا هو هذا النموذج الجديد اللي كل الناس تضربوا به وايران كلما اراد التضربه لا احد يستطيع ان يحاسبه اقصى ما فعله يعني الكاظمي ذهب رئيس الحكومة ذهب الى ايربيل واخذ وزير الدفاع ووزير الداخلية ويعني اعيني على الوفد الكبير وراحه وشافه البيت وشكله لجنة وابو كارحام خلص السؤال الذي يطرح نفسه ربما البعض يعني كثير وللعراق لاجه يجب ان يسألوا هذا السؤال طيب لماذا لدينا جيش يعني لماذا اسسنا جيشا لماذا هذا الجيش نصرف عليه عشرات المليارات لماذا صرفنا على هذا الجيش مئات المليارات منذ عام 2003 الى حد الان تأسيس وتدريبه واسلحة وتجهيزات وكذا وجيش لا يقهر وعرم رم وفرقة فرقة مغاور وفرقة مدرمن وفرقة مظليات وفرقة مدرشين ودبابات ومدرعات وطيارات وف-16 طيب اذا كان هذا الجيش غير قادر ان يصنع هيبة للدولة يصنع هيبة للعراق تخيف الاخرين وتجعل الاخرين يحسبون حسابات كثيرة قبل ان يتصرفوا تصرفوا السيئة مع العراق ما فائده هذا الجيش يعني قلونا ليش العراقين يدفعون من خزينتهم وهذه الخزينة مو ما لأبو الحكومة يعني هالي مو ما للمالكي ولا ما للكاظمي ولا ما للعبادي ولا ما العادل عبد المهدي ولا ما لحزب الدعوة ولا ما للتيار الصدري هذه هم والي العراقين ليش يشيلها أهل العراق ويطوها لبناء جيش لا يساوي شيئا لا يصنع هيبة لا يخيف أحدا يريدون من هذا الجيش أن يخيف الشعب العراقي فقط في التظاهرات في أي شيء نزلون هذا الجيش للشوارع يقطع الشوارع ويعتقل الناس ويدعي أنه يحمي العراقيين وشهدناه في معارك الموصل وغيرها كيف انهزم الفرق أمام أعداد لا تزيد عن مئة واحد من يقولون أنهم داعش هربوا فإذا هذا الجيش كله ميليشيات وكله مرتزقة ما حاجة أن ندفع كل هذه الأموال هناك دول في العالم أجر فرق عسكرية من دول أخرى فرقة بريطانية فرقة أمريكية معرفة من تحكميها أجروا لأنهم جراء وجراء أجروا فرقة تحميكم انتهى القضية ويحمون النظام ماكو داعي في هذا الجيش ماكو داعي يعني الخارجية الإيرانية تقول يجب على الإيراق أن يمنع استخدام أراضي لتهديد الأمن والاستقرار في إيران هو العراقي هدد الأمن والاستقرار في إيران في هذا الواقع يقولون أن نحن حذرنا المسؤولين العراقيين سابقا عن هذا الموضوع طيب إذا حذرواكم المسؤولين العراقيين ماذا فعلتم وما هو التصرفكم وهل الحقيقة حذرواكم لو ما حذرواكم وش قالوا لكم وش قلتوا لهم بذلك لكم مقرات إسرائيلية سويتوا شون التصرف شو يعني هذا أول مرة نسمحها ليش وش كرة تفعلكم بالتالي شكلوا اللجنة من مجلس النواب لمنع استخدام العراق اعتداء على دول الجوار هذه اللجنة المضحكة شكلوا اللجنة لمنع استخدام العراق للاعتداء على دول الجوار وليس لمنع الآخرين الاعتداء على العراق إيران بالنتيجة إيران تستخدم العراق كأرض تصفية الحسابات وأمريكا وغير أمريكا هذه جاءت بنموذج خرب مدمر تتغول عليه كل الدول والعراق الحقيقة فقط سيارته واستقلاله وكرامته وكل شيء يمتلكه وليس له شيء وأهل العراق ليس لهم أي شيء في هذا البلد لأنه إيران تستطيع أن تستبيحه في أي وقت وتضرب وتعتقل وتقتل من تريد هذا واقع الحال والصواريخ الـ 12 التي أطلقتها للعراق هذا ما قالته رسالته الرسالة واضحة والعالم كل ساكت ونائم يغط في نوع عميق والحكومات والقوى العملية السياسية تابع إيران وتخشى إيران ولا تريد أن تزعج إيران هذا واقع الحال وقت هذه الحلقة قد انتهى أترككم بخير أعزائي المشاهدين وألتقيكم في حلقة النفا إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة